لا يبدو أن إيران تريد الاكتفاء بما حققته من نفوذ في العراق وما تسبب به هذا النفوذ من خراب بل تسعى نحو تعميقه عبر تحرك خطير يؤكد الرغبة الإيرانية في إقحام العراق أكثر وأعمق في صراعها مع الولايات المتحدة مصادر عراقية مطالعة تحدثت عن قيام الحرس الثوري الإيراني وبمساعدة ميليشيات الحشد باستخدام معسكرات تابعة للجيش العراقي السابق في محافظة ديالا مثل معسكر سعد وقاعدة عباس بن فرناس في بعقوبة ومعسكر خام بني سعد كمعسكرات لها للتحرك منها وضرب المصالح الأمريكية في العراق فضلا عن استخدامها لإيواء طائرات مقاتلة بعد جلبها من القواعد الإيرانية خشية تعرضها لضربة جوية أمريكية في قصة مشابهة لما حدث عام 1991 عندما أودع العراق طائراته لدى إيران التي أثبتت يوم ذاك صفة الغدر فيها برفضها إرجاع الأمانة للعراق ليس هذا فحسب فقد أكدت المصادر أن ميليشيات الحشد تعاقدت مع الإيرانيين لشراء مئتي دبابة بواقع خمسين دبابة لكل ميليشيا وأضافت أن حصة ميليشيا بدر وصلت فعلا إلى منطقة الخالص في ديالا بانتظار وصول حصص ميليشيا النجباء والتي ستكون في مناطق حزام بغداد وميليشيا العصائب التي ستكون في قضاء بلد جنوبية محافظة صلاح الدين وحصة ميليشيا حزب الله التي ستكون في مناطق النخيب بين الأنبار وكربلاء وجرف الصخر في بابل ليس مريبا أن تجري هذه العملية الخطيرة أمام مرأة ومسمع السلطات في العراق والقوات الأمريكية وليس غريبا أن يوجد من يساعد هذه الميليشيات لتسهيل سيابية تنفيذ العملية لكن لمن كان يسأل عن أسباب التصعيد الذي شهدته ديالا في الأسابيع الماضية وعمليات القتل والتهجير الطائفي فقد جاءه الجواب واضحا مناورة إيرانية ومحاولة للتمويه والتغطي على الاختبوط الإيراني وهو يلف ذراعه حول عنق ديالا لتمتد ربما إلى مناطق أخرى فليس ثمة سلطة وطنية تقطعها اليوم كما كان يحدث عبر التاريخ